شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان كلامنا في الشهود الذين يشهدون في يوم القيامة وذكرنا ستة من هؤلاء الشهود أما الشاهد الآخر الذي يشهد للفرد أو يشهد على الفرد في يوم القيامة فهوا سماؤه وقدمة لهذا المبحث نقول إن كل واحد منا في هذه الحياة له مظهر وله مخبر وله بدن وله روح في كثير من الأحيان المظهر لا يعكس واقع المخبر والبدن لا يعكس واقع الروح الإنسان تكون له شخصيتان شخصية ظاهرية وشخصية واقعية الشخصية الظاهرية هي التي يظهر بها في المجتمع ولكن له شخصية واقعية من الذي يعرف هذه الشخصية الواقعية آئلته زوجته تعرف شخصيته الواقعية أولاده أولاده يعرفون شخصيته الواقعية هذه المشكلة المتداولة والعام مشكلة ازدواجية الشخصية كان واحد من العلماء يقول كلام لطيف يقول واحد يجب أن يكون بناحو اللي زوجته تعتقد بعدالته وتصلي خلفه في المجتمع الفرد له شخصية ظاهرية الناس يعتقدون أنه عادل ولكن زوجته لا تعتقد بعدالته ولا تصلي خلفه إذن هناك ازدواجية في الشخصية ربما الشخصية الواقعية تنطلي حتى على عائلته وحتى على أولاده لا يعرفونه له شخصية ظاهرية في المجتمع والبيت وله شخصية حقيقية فيما بينه وبين الذات الإنسان يعرف ذات بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره هذه طبيعة هذه النشأ ولكن نشأة الآخرة نشأة حكومة الروح على البدن الروح وحالات الروح تظهر في البدن المخبر الواقعي يظهر في المظهر هناك لا توجد ازدواجية في الشخصية سيماء الفرد الواقعية تظهر لا بأس أن ننقل هذه القضية لأن هذه القضية قضية ازدواجية الشخصية قضية شايع كثيرة الابتلاء ينقل في أحوال أحد الشخصيات الاجتماعية كان وجيح له مقام اجتماعي معروف المجتمع بالإيمان والتقوى في يوم الأيام كان راكبا على دابته هذه القضية لعله قبل مئة عام أو أكثر أو أقل كان يمشي على الداب وإذا بشخص يستوقف يتوقف يقول له أنا عندي سؤال منك احنا أيضا يجب أن نطرح هذا السؤال على أنفسنا هناك شيء يقال له استبطان الذات يعني واحد يغور إلى باطنه ويغور إلى أعماقه حتى يعرف من هو حقيقة من أنا قال له أنا شخص عادي ظاهري وباطني واحد المظهر الذي عندي في المجتمع هو المخبر الذي عندي ولكن أنت باطنك كظاهرك هذا الظاهر الاجتماعي اللي عندك واقعا أنت كذلك هذه الكلمة حركت هذا الرجل الوجيه من أعماقه قالوا بعد هذه الكلمة رجع إلى البيت هو مرض على أثر هذه الكلمة ومات في ذلك المرض اكتشف أنه لعله أنه كان منافقا أربعين عاما له شخصية ظاهرية وله شخصية واقعية الوالد رحمه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله أنه كان يصيح كان يقول له بني انت حاول أن تأتي يوم القيامة وواقعك أفضل من ظاهرك جدا كلمة قيمة بعض الأفراد الأفراد على ثلاثة أنواع النوع الأول وهم الأكثر لعله ظاهرهم أفضل من باطنهم النوع الثاني ظاهرهم وباطنهم واحد لا فرق فيما بينهم النوع الثالث الذي كان وصية الجد أنه ليكن باطنك أفضل من ظاهرك يعني أنت معروف المجتمع بالتديون والتقوى والعلم يوم القيامة الناس يعرفونك بذلك يوم القيامة تأتي وإذا بالناس يرون أن ما تصوروه فيك من الأخلاق والعلم والتقوى قليل واقعك إهواء يكان أكثر من ذلك مثل فدنبع ماء أكو أحيانا فدنبع تشوفوه في الصحراء يحتوي على قليل من الماء كيلو كيلو هذا هو الظاهر ولكن فجأة تكتشفون أن تحت هذا النبع ملايين الأطنان من الماء أكو بعض الناس أنا أعرف بعضهم معروفين بالخدمة الاجتماعية بمقدار معين ولكن الناس لا يعرفون واقعهم ومصادفة تكتشف بعض واقعياتهم رجل من الرجال الخيرين المتدينين هكذا يبدو ولكن في واقع هذا ركن من أركان الإيمان والخدمة في العالم كل ما يتبين مصادفة تكتشفون ذلك قال حاول أن تأتي يوم القيامة ويكتشف الناس أن واقعك كان أفضل من ظاهرك في يوم القيامة أحد الشهود الذين يشهدون للفرد أو يشهدون على الفرد سماؤه نذكر ونتلو بعض الآيات المباركات التي ربما تشير إلى هذه الحقيقة الله الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن يعرف المجرمون بسيماهم الملامح شاهدة عليه فيأخذ بالنواصي والأقدام بعض العلماء يحتملون أن معنى هذه الكلمة أن الملائكة يجمعون بين نواصيهم وأرجلهم ثم يلقون بهذه الهيئة في نار جهنم الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون سورة العمران آية 106 هل هذا البياض يراد به المعنى الحقيقي أو المعنى الكنائي هذا بحث آخر وقد ذكره الفقهاء في كتاب النكاح بمناسبة في الفقه أكو هناك تعرض لهذه المسألة الآية الأخرى الله سبحانه وتعالى يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم كلمة يسعى كلمة معبر سعى عبارة عن الحركة السريعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يعني حركة سريعة يسعى نوره هذا النور بين أيديهم وبأيمانه لماذا هذا النور يسعى لعله لأنهم يسعون يعني يركضون أو يتحركون بسرعة باتجاه الجنة يتحركون بسرعة وهذا النور أيضا يتحرك معهم بسرعة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وفي بعض الروايات المذكورة في كتاب تفسير نور الثقلين أن كل مؤمن يكون نوره بقدر إيمانه في هذه الحياة الدنيا هذا هو الشاهد السابع الشاهد الثامن والشاهد التاسع الأرض والسماء إحنا في العلوم الطبيعية نصنف الأرض ونصنف السماء ضمن مجموعة الجمادات ولكن كما أشرنا فيما مضى الشيء الذي يظهر من الآيات القرآنية ومن الروايات أن الوجود مساوق ومساون للحياة والقدرة والشعور طبعا الظرفيات الوجودية تختلف سعة وضيقا ولكن كل ما له وجود فهو حي له حياة وله إدراك وله قدر هذه ثلاثة خصائص في كل موجود من الموجودات إحنا نفكر أن هناك خلوة وأن هناك جلوة ولكن في منطق الواقع لا توجد هناك خلوة حتى الفرد إذا ذهب إلى غرفة مغلقة فهذه الجدران كلها لها حياة وشعور وإدراك تشاهد ما يفعل وتسجل ما يفعل وتشهد له يوم القيامة بما يفعل ولذلك لعله من هذه الجهة هناك مسألة يذكرها العلماء صاحب العروة رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة في بحث المكان مكان المصلي يقول إن من المستحب أن يصلي الإنسان صلواته في أماكن متعدد لا يصلي في مكان واحد لتشهد له يوم القيامة إذا صلى في مكان واحد فله شاهد واحد وإذا صلى في أماكن متعددة هذه الأراضي كلها تأتي وتشهد له يوم القيامة هذه ما ذكرها صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه أقرأ لكم عبارته يقول صاحب العروة يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها أيهما أفضل قال لا بل ها هنا وها هنا فإنها تشهد له يوم القيامة في رواية أخرى عنه عليه السلام صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة هنا نشير إلى عدة نقاط النقطة الأولى ما هو الفرق بين أن يشهد لك مكان واحد أو تشهد لك عدة أمكان بالنتيجة الأرض الواحدة تشهد نحن قبل أن نجيب على هذا السؤال نتطرق إلى نقطة ذكرها بعض العلماء وهذه النقطة المكان إلى تأثير وتغيير المكان له تأثير تأثير روحي قبل قضية الشهادة أنتوا إذا اعتدتم أن تقرأوا دعاء الكوميل في ليالي الجمعة في بيتكم يمكن أن تكون لكم حالة معينة ولكن إذا في ليل من ليالي الجمعة واحد عندما يألف مكان معين وضع معين تفاعل ويّ ذلك الوضع يقل ولكن إذا في ليل من ليالي الجمعة ذهبتم إلى حرم كريمة أهل البيت السيدة المعصومة صلوات الله عليها وقرأتم دعاء الكوميل هناك هذا المكان الجديد له تأثير في روحيتكم تأثير جديد أنا أشوق الإخوة دائما أنه ما دامت عندكم قدرة ما دمتم شبابا ما دامتكم إمكانية سافروا إلى مكة إلى المدينة إلى سوريا إلى مصر إلى الأردن الأماكن التي تحتوي على بقاع أهل البيت كربلا النجاف الكاظمية سامراء آذربايجان أكو هنالك أخت للسيدة المعصومة صلوات الله عليها ويقال إنه موثق من الناحية التاريخية آذربايجان الروسية سابقا ومعروفة هنالك مرقدها معروف تعرف بأنها شفية إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج واحد عندما يبقى في مكان واحد عادة روحيته تذبور أما عندما يطيع الله سبحانه في أماكن متعددة بالذات مراقد الأئمة مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الكعب هذه تجديد في روحيته أحد العلماء كان يمثل يقول أنتم تبحثون عن نبعة تحفرون مكان كلما تحفرون لا تصلون إلى نبعة روحوا إلى مكان ثاني ولا تيأسوا روحوا إلى مكان ثالث فجأة يخرج هذا إذا شفت في بيتكم ما عدكم توجه إذا قمتم لصلاة الفاجر ورأيتم أن لا توجه لكم في بيتكم اذهبوا إلى المسجد المجاور تجدون روحانية جديدة اذهبوا إلى حرم الأئمة الطاهرين تجدون روحانية جديدة فإذن أولاً هذا التنويع وهذا التجديد له أثر كبير في الروح هذا أولاً الشيء الثاني أن هذه البقاع المختلفة تأتي وتشهد لكم يوم القيامة الوالد رحمه الله في الفقه يطرح هذا السؤال ما الفرق أن يشهد لكم مكان واحد أو أمكن متعدد يشهد لكم مكان واحد بأنكم صليتم ألف ركعة أو يشهد لكم خمسمائة مكان أنكم صليتم في كل منها ألف ركعتين ألف ركعة ما هو الفرق الوالد رحمه الله في الفقه المجلد التاسع عشر صفحة ميتين وسبعة يقول إن كثرة الشهود أقرب إلى المهابة والتعظيم ولعل في ذلك فوائد أخر يأتي مؤمن يوم القيامة ومعه ألف بقعة تشهد له هذا نوع من المهابة وربما وربما أيضا يضاف إلى عامل المهابة وعامل التعظيم عامل الإطمينة أنتو تذهبون تذهبون إلى المحكمة ومعكم شاهدان شاهدان يكفيان لتبرأة ساحتكم ولكن تذهبون إلى المحكمة ومعكم عشرة آلاف شاهد مظاهرة وياكم قلبكم كل شكون قوي ومطمئ يأتي مجرم إلى المحكمة ومعه ورقة واحدة تشهد عليه هذه الورقة تخيف ويأتي هذا الطاغ ومعه خمسة آلاف كيلو من الوثائق تشهد ضده الفرق كبير جدا لتشهد له يوم القيامة النقطة الثانية هل هذه القضية تختص بالصلوات فقط صاحب العروة رحمة الله عليه اقتصر على ذكر الصلاة ولكن الوالد رحمه الله في الفقه يقول هذا الحكم ساري في كل الطاعات والعبادات كل الطاعة وكل عبادة تريدون ان تقرأوا دعاء في كل مرة اقرأوا هذا الدعاء في مكان تريدون تريدون ان تكتبوا كتابا في كل مرة اكتبوا ورقة في مكان هذه العلل المذكورة في الروايات لا تختص بالصلاة فقط وانما تشمل جميع الطاعات والعبادات الله تعالى يقول في القرآن الكريم يومئذ تحدث أخبارها الأرض في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وآله أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل على ظهرها الخطباء الكرام ينقلون أن أمير المؤمنين صلى الله عليه بعد الضرب ليلة التاسع عشر من شهر رمضان عندما ضرب في المسجد وحمل إلى البيت في الطريق رأى الشمس طالعه لأن أخذت القضية فترة طويلة إلى أن نقل الإمام صلى الله عليه من المسجد إلى البيت فقال لها اشهد يا شمس أنك لم تطلع يوما من الأيام وأنا نائم الشمس تشهد على كثيرين أنهم كانوا نائمين وأمير وأمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة يصلي صلاة الصبح ويسهر إلى طلوع الشمس لأن النوم في هذه الفترة مكروح بين طلوع الفاجر وطلوع الشمس فهذه كلها شهود علينا هذه الجدران شهود علينا هذه الأعمدة شهود علينا هذه اللبنات شهود علينا هذا الفرش شاهد علينا السماء شاهدة علينا الإمام السجد صلوات الله عليه يقول اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد سماء وأرض الشاهد العاشر من الشهود الذين يأتون يوم القيامة ويشهدون لنا أو علينا هذا الشاهد هو الزمان ما هو الزمان هل هو أمر اعتباري هل هو مقدار الحركة الفلكية هل هو مقدار الحركة الجوهرية هل هو البعد الرابع للأشياء للأشياء المادية الشيء اللي يظهر من مجموع الروايات أن الزمان له شخصية واعية ومدركة وشاعرة وهذا وهذا الزمان سوف يكون من الشهود لنا أو علينا في يوم القيامة في الحديث الشريف ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم اليوم يتكل ولكن الذي لا أهلية له ما يسمع هذا الكلام إلا قال له يا ابن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فقل فيي خيرا واعمل فيي خيرا أشهد أو أشهد لك يوم القيامة فإنك لن تراني بعد هذا أبدا يبدو أن كل يوم له شخصية مستقلة ووجود مستقل ينتهي الأيام تنتهي والعمر أيضا ينتهي اليوم إذا راح بعد لا يمكن إعادته والعمر إذا راح بعد لا يمكن إعادته بعدين واحد يتندى ولكن لا ينفع الندى إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذري ولكن ماذا ينفع الندى العلامة المجلسي الأب رحمة الله عليه يقول في إحدى كتبه أن هذا الكتاب كتبته بعد وفاة أستاذي يقول رأيت أستاذي في عالم الرؤيا فقال لي لم لا تكتب كتابا في شرح أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه فقلت له شيخنا أنت أجدر مني بذلك أنت أعلم مني أعرف مني أدر مني فقال لي أستاذي في عالم الرؤيا كلمة يجب أن نضعها في أذهاننا قال أما أنا فقد انقضى أجلي أنا انتهيت فجأة واحد ينتهي حقيقة وإذا واحد انتهى بعد لا يستطيع أن يزيد حسن واحد أما أنا فقد انتهى أجلي انت اللي الآن في الحياة أكتب هذا الكتاب فاستيقظت من عالم المنام وبدأت بكتابة هذا الكتاب وهو روضة المتقين من الكتب الجيد يقول هذا من بركات أستاذي في مماته كما كانت له بركات علي في حياته الرواية الأخرى إن النهار إذا جاء قال يا ابن آدم اعمل في يومك هذا خيرا أشهد لك به يوم القيام فإني لم آتك فيما مضى ولا آتيك فيما بقي هذا اليوم لم يتكرر ولا يتكرر وينتهي وإذا جاء الليل قال مثل ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر